شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عرب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حلالك فقرة وردت في زيارة عاشراء تقول هذه الفقرة اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة مقدمة نقول زيارة عاشراء إحدى الزيارات المهمة وقد رواها الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه مصباح المتهجد كما رواها ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات ولهذه الزيارة آتار عجيبة وبركات كثيرة رأناها في الكتب وسمعناها من الأفواح وشاهدناها بأم أعيننا من أهم المآخذ التي تأخذ على هذه الزيارة احتواؤها على لعن أعداء الله والبعض يعبرون عن ذلك باللعن الغليظ الذي احتوت عليه زيارة عشراء الحقيقة هذه الإشكالية تنبع من تصور أن الدين يحتوي على جانب الإيجاب فقط بينما أول كلمة تدخلون بها في الدين أي واحد يريد أن يدخل في هذا الدين الكلمة الكلمة الأولى التي ينطق بها تحتوي على بعدي سلب وإيجاب بل الإيجاب متأخر عن السلب نقول لا إلهة هناك نفي كلي وهناك رفض كلي وينبثق من هذا الرفض الكل إيجاب واحد لا إلهة إلا الله هذه أول كلمة ندخل بها إلى هذا الدين أول سورة من سور القرآن الكريم تحتوي على بعد التولي وتحتوي أيضا على بعد التبري إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم على بعد التولي غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا يمثل بعد التبر في آخر القرآن الكريم أو آخر القرآن الكريم هناك هناك سورتان سورة الجحد وسورة التوحيد ولعلكم لاحظتم أن سورة الجحد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذه هذه السورة في الترتيب القرآني مقدمة على سورة التوحيد قل هو الله أحد إذن الدين يحتوي على بعد السلب كما يحتوي على بعد الإيجاب بل كل قانون من القوانين الوضعية كل منهج من المناهج لا يمكنه أن يكتفي بالإيجاب فقط الآن يوجد هناك قانون في العالم يحتوي على بعد الإيجاب فقط كلا إذا قانون يحتوي على بعد الإيجاب فقط هذا القانون قانون فاشل هذا القانون لا يمكنه أن ينجح لذلك تلاحظون أن جميع القوانين الموجودة حاليا والموجودة على مر التاريخ تحتوي على غرامات مالية غرامة مالية تحتوي على عقوبات بدنية أحيانا تحتوي حتى على عقوبة الإعدام هذا بعد السلب في القانون فإذا الدين والقانون كل قانون يحتوي على هذين البعدين كل الدين من الأديان الإلهية وكل الدين من الأديان الوضعية يحتوي على هذين البعدين إذا كان ينبغي لنا أن نشطب أن نلغي زيارة عاشراء لاحتوائها على اللعن فيجب أن نشطب على آيات كثيرة من القرآن الكريم القرآن الكريم في آيات متعددة يحتوي على اللعن القرآن الكريم في سورة الأحزاب آية 64 يقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا يعني نار ملتهب هذا لعن الكافرين كل الكافرين لا يهمنا كم كافر أكو مليون كافر مليار كافر عشر مليارات كفار على مر التاريخ بالنصف السطر اللعنة الإلهية تشمل جميع هؤلاء الكفار إذن يجب أن نشطب على هذه الآية الكريمة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا في سورة الأحزاب آية 57 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعن هم الله في الدنيا والآخرة كل من يؤذي الله ويؤذي رسوله هذا مشمول باللعنة الإلهية سورة الأحزاب آية 57 الله تعالى يقول شوفوا العناوين لاحظوا العناوين المختلفة كل آية تتناول عنوان معين يمكن أن يكون تحت مظلة هذا العنوان فرد واحد ويمكن أن يكون تحت مظلة هذا العنوان مليار فرد من البشر الله تعالى يقول في سورة البقرة آية 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من هم اللاعنون لعله الأنبياء والأئمة والملائكة والمؤمنون والأتقياء هذا عنوان آخر عنوان آخر في سورة المائدة آية 78 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم الذين كفروا من بني إسرائيل نبيان عظيمان من الأنبياء شمل هذه الطائفة باللعن سورة المائدة آية 64 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا سورة النور آية 23 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنُوا في الدنيا والآخر الذي يرمي امرأة عفيفة هذا ملعون مشمول باللعن الإلهية في الدنيا والآخر في سورة آل عمران آية 61 ثم نبتهل في آية المباهلة في سورة هود آية 18 ألا لعنة الله على الظالمين كل الظالمين كم مليون ظالم أكو هؤلاء كلهم داخلون في دائرة اللعنة الإلهية في فرعون وجماعته الله تعالى يقول وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين في سورة القصص 42 أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة الآن طاغية العراق أينما يذكر يلعن يقولون الله يلعنه دمر العراق قتل الشباب رمل النساء وينما يذكر يلعى وأتبعناهم ليس قد آية لطيفة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين يأتون بصور مشوهة لعنة في الدنيا وقبح في الآخر الله تعالى يخاطب الشيطان الأكبر إبليس يعني في سورة الحجر آية 35 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين تدرون شنو جريمة الشيطان كانت الشيطان حسب الظاهر مؤمن بالله سبحانه وتعالى شوي يدققوا في هذه النقطة الشيطان مؤمن بالله تعالى حسب الظاهر يعني كان يسجد لله سبحانه وتعالى كان مع الملائكة لعله كان رئيسا في الملائكة فما كان عنده مشكلة مع الله سبحانه وتعالى حسب الظاهر مشكلته دققوا في هذه الكلمة كانت مع حجة الله من حجة الله آدم الله قال له أسجد لحجتي قال أنا ما أسجد يعني المناد والمحاد والمضاد مع حجة الله تعالى من جعله الله حجته هذا يورث اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إلى يوم القيامة لاحظوا العناوين المختلفة أفراد مجموعات عناوين كلية أسماء جزئية شخصية وفي آية وفي آية أخرى الله تعالى يقول هذه أيضا فيها نكتة لطيفة الله تعالى يقول لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين هل فكرتم ما هو معنى العالين أستكبرت من السجود تكبر تجبر أم كنت من العالين من هم العالون يبدو أنه كان هنالك الجماعة في مرتبة أعلى وهؤلاء كانوا مستثنين من هذا الأمر الإلهي لأن مقامهم أعلى من السجود لآدم أم كنت من العالين من أولئك من هم أولئك العالون في الرواية الكريمة المذكورة في تفسير البرهان وغيره أنهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والصديقة الكبرى فاطمة والحسن والحسين هؤلاء كانوا أنوارا في سرادق عرش الله هل أنت من هؤلاء حتى لا تسجد لآدم لأن مقامك أعلى من مقام آدم أو أنك تستكبر على الأمر الإلهي لأنه ناد حجة الله وضاد حجة الله شملته اللعنة يعني ملازم واحد يكون كافر حتى تشمله اللعنة حتى إذا واحد مسلم في الظاهر ولكنه ضاد الله في من عينه تشمله اللعنة الإلهية في سورة الإسراء آية ستين الله تعالى يقول والشجرة الملعونة في القرآن أي عائلة ملعونة شجرة عائلة وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس بعض يعتقدون أن هذه الرؤية تتعلق بالمؤتمر الأول الذي عقيت الرؤية كانت تتعلق بذلك المؤتمر والشجرة الملعونة في القرآن بنيت على ذلك المؤتمر من نتائج ذلك المؤتمر وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن شوفوا تفاسير لاحظوا تفاسير الشيعة والسنة ذكروا أن هذه الشجرة هي بني أمي عائلة بكاملها من أصلها وفرعها وجذورها وأغصانها وأوراقها كلها ملعونة طبعا إلا أفراد قلائل فيه هؤلاء خرجوا من هذه اللعنة فإذا إحنا في زيارة عاشرة قلنا أو في غيرها اللهم العنبني أمية قاطبة هذا بالقرآن موجود وحتى في صحيح البخاري نماذج كثيرة أكو من اللعن إذا أحبيتو أحببتو راجعوها من جملة هذه النماذج هو النموذج المذكور في حديث أربعة آلاف وتسعة وستين طبعا صحيح البخاري عنده الخط الآخر كله يعتبر صحيح وأصح كتاب بعد كلام الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري نضيف آله إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر في الركعة الثانية من صلاة الفجر عندما كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم يقول وعلماء البلاغ يقولون إن الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار لاحظوا كتب البلاغ يقول وبالذات مع كلمة بل إذا رفع رأسه يقول يعني ممر واحد مرار متعدد النبي صلى الله عليه وآله في صلاته كان يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا النبي كان يقول فلانا اللهم العن فلانا إذا النبي كان يريد يبهم كان يقرأ في نفسه كان يلعن أفراد معين ولكن مقص الرقيب بدل كما يبدو إلى فلانا وفلانا اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وفي صحيح البخاري أنت إذا حبيت موارد اللعن في صحيح البخاري من هذه الطبعة المفهرسة المجلد الخامس موارد كثيرة في لعن شوفوا مادة لعن لعن الله أو لعن رسول الله يمكن في هذا الموقع فقط لعله خمسطعش موقع أو أكثر في هذه الطبعة في صفحة ثلاثمية وثمانية طبعة دار الفكر فإذا اللعن موجود في القرآن الكريم موجود في صحيح البخاري موجود في الأحاديث النبوية فإذا اللعن لا يمثل مشكلة واحد يلعن أعداء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان هذا ما يمثل المشكلة في القرآن الكريم حوالي أربعين مرة تكررت كلمة اللعن أربعين مرة لعناوين متعددة لماذا اللعن هذا بحث طويل ولكن نكتفي بالإشارة إلى كلمة واحدة الفرد إذا لا يكون له مناعة ضد الظلم والإنحراف والطغيان إذا واحد مناعة بدنية ما عنده تعلمون أنه في بعض الحالات المناعة البدنية يخفضوها إلى درجة الصفر لأنه يعطون للمريض أدوية المفترض أن البدن لا يقاوم هذا الدواء أو يخلون في البدن عضو جديد كلية جديدة البدن يقاوم البدن كل موجود غريب أو مشبوح يقاوم فأنت عندما تخلون كلية جديدة البدن يقاوم هذه الكلية البدن لا يفتهم أنه يحتاج إلى الكلية البدن يفتهم أن هذا عنصر غريب يجب أن يطرأ فماذا يفعلون يخفضون درجة مناعة البدن في بعض الحالات إلى الصفر يعني هذا البدن أي مناعة ما عنده هذه الحالة خطيرة إلى أبعد الحدود ليش لماذا لأنه ميكروب صغير بسيط الآن هذا الهواء مليء بالميكروبات إحنا نستنشق الميكروبات زرافات ووحدانا لكن ما تأثر فينا ليش لأن بدن عنده مقاومة هذا الفرد عندما مقاومته منعته تصل إلى درجة الصفر هذا أي مقاومة بعد ما عنده ولذلك في بعض الحالات يحضر عليه اللقاء بأي فرد من الأفراد حجر خطر هذا ميكروب أو فيروس يقتله وزان المناعة النفسية وزان المناعة البدنية اللي مو عنده مناعة نفسية هذا عرض لخطر أكيد خطر والخطر النفسي أعظم بمرات من الخطر الجسدي الخطر الجسدي يقتل يقضي على الدنيا الباقية الفانية ولكن الخطر النفسي يقضي على الآخرة الباقية يدمر روحه يدمر أخلاقه يدمر دينه يدمر قيمه هذا الفرد الذي لا مناعة له تجاه الانحراف والطغيان ومن يمثل الانحراف والطغيان هذا عرض للخطر لخطر التأثير انتو انتو تعيشون في محلة اكو في المحلة طفل منحرة من الناحية الاخلاقية قولوا قولوا من باب التعايش السلمي لا تقولون كلمة لابنكم لا تتكلمون ضد هذا الطفل النتيجة شنو النتيجة هذا الطفل ابنكم فاقد مناعة اتجاه ذلك الطفل المنحر يروح يعايش يعاشر وما هي النتيجة النتيجة انه يؤثر في ولدكم الا يجب ان تقولوا كلمة ان هذا الطفل خطر احذر من المعاشرة مع هذا الطفل وظيفتكم اذا ما قمتوا بهذه الوظيفة هذه خيانة بحق هذا الطفل هذه جناية الطفل يمكن بعدين عندما يكبر ويلاحظ ما تورط به في الدنيا او في الاخرة يجي ياخذ امامكم ليش ما نبهتني يجب ان تكون هناك مناعة نفسية ضد الظلم والانحراف والطغيان ومن يمثل الظلم والانحراف والطغيان الا عن يخلق هذه المناعة يعني جزء عوامل خلق المناعة النفسية انت عندما تلعن الشيطان تحدث عندك حالة مناعة ضد الشيطان تواظب ان لا يغر كالشيطان ان لا يؤثر فيك الشيطان فاذا اللعن لعن الظالمين بعدين واحد ما يفكر انه في يوم من الايام يكون ظالما اذا موعنا ميعنا الحدود بعد واحد ما عنده حاجز نفسي تجاه الظلم هو في يوم من الايام يتحول الى ظالم ولكن عندما يلعن الظالمين تكون هناك فاصلة نفسية بينه وبين الظالمين موقف نفسي تجاه الظلم ما يمكن في يوم من الايام هذا يتحول الى ظالم واذا ظلم فيظلم في حدود لا انه ظلم بلا حدود بعد هذا المدخل الذي نعتبره ضروريا نعود الى تلك الفقرة في زيارة عاشراء هذه الفقرة تقول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخر نذكر حول هذه الفقرة ثلاثة نقاط النقطة الاولى كل واحد مننا كما له حاجات بدنية له حاجات نفسية ايضا الحاجات البدنية لا تمثل كل شيء وراء الحاجات البدنية توجد هناك حاجات نفسية نفسية من جملة هذه الحاجات النفسية المهمة الحاجة الى الوجاهة الوجاهة يعني المقام الاجتماعي الاجتماعي المنزلة الاجتماعية احيانا واحد يشعر انه منبوذ من المجتمع المرأة تشعر انها منبوذة من قبل زوجها هذا الشعور جدا مؤلم يحطم المرأة الرجل يشعر انه منبوذ من قبل زوجته زوجته لا تعتني به لا تقيم له وزن تستخف به وبعمله تعلمون ان هذه الحالة انه واحد احيانا يشعر انه منبوذ بعض الشخصيات المهمة هذا الشعور بالمنبوذية دفعهم الى الانتحار طبعا من غير المؤمنين شخصيات عالمية مشهور الانسان يحتاج الى المقبولية الاجتماعية ان يكون له مقام اجتماعي يقدر في المجتمع محبوب في المجتمع هذه احدى الحاجات الاساسية النفسية عند الانسان ولعلكم لاحظتوا حتى الطفل الصغير يشعر بذلك اذا احتديتوا غضبتوا علي يبكي لان يشعر انه اصبح منبوذ واذا اظهرت له الحب والود يفرح هذه الصفات حتى في الاطفال الصغار موجودة هل الدين يحارب هذه الحاجة النفسية الجواب الجواب الدين لا يحارب الحاجات النفسية ولكنه يعمل عملين العمل الاول يؤطر هذه الحاجات الان كلامنا ليس في هذا العمل الثاني انه يحاول في الوقت الذي يقر بهذه الحاجات يحاول ان يرفعك الى مستوى اعلى لاحظوا سورة العمران الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ولعل بعض هذه الافراد يبحثون عنها لإشباع هذه الحاجة النفسية قناطير المقنطرة لا تمثل حاجة جسدية ولكنها تمثل حاجة نفسية هؤلاء التجار يبحثون عن ماذا الثروة تكفيهم إلى ألف عام ربما أولادهم وأحفادهم ولكن حاجة نفسية الله الله سبحانه وتعالى مين في هذا كما يبدو لا يقول هذا خطأ وإنما لاحظوا الآية تحاول أن ترفع من نفسكم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك لم ينفي كما يبدو لنا يحاول أن يرفعك لا مانع عن تبحث عن النساء ولكن هناك أزواج مطحر لا مانع أن تبحث عن الملك ولكن وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة ما يحارب غريزة الملك يقول هناك ملك أعلى ورضوان من الله طموح أعلى أنت تبحث عن الوجاه الدين لا يحارب يقنن الوجاه هذا أولا الشيء الثاني يقول ابحث ارفع نفسك عن وجاهة أعلى ما هي تلك الوجاهة اللهم اجعلني عندك وجيها ولعل كلمة أندك كما يقول الأدباء تقديم ما من حقه التخير يفيد الحصر يعني هذا الداعي الذي يقرأ زيارة عاشراء الآن ارتفع إلى مقام أعلى أكو بعض الزيارات لها إيحاءات عجيبة حالات معينة تخلق في النفس من السمو والرفع إحداها زيارة عاشراء هذه قضية لا تقال بالبيان وإنما تلمس بالوجدان واحد يشعر بحالة عجيبة بشفافية في الروح عجيبة هذا الرجل الذي قرأ هذه الزيارة ارتفع على هذا المقام اللهم اجعلني عندك وجيها يعني بعد الآن مو في فكر الوجاه الدنيوية الوجاه الاجتماعية الوجاه عند الناس لا ارتقى إلى مستوى أعلى الوجاه عند الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلني عندك وجيها هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية الآن هذا صار طموح المؤمن في كلمات كل خير كل خير هو من الله الله تعالى وأن يجري الأمور إلا بأسبابه وفي الآية الكريمة فأتبع سببا واحد يريد العلم ما هو مصدر العلم الله كل العلوم تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى الآن تريدون أن تتعلم علم الكيميا ماذا تفعلون تتجهون إلى الله سبحانه وتعالى وتقولون يا الله علمني الكيميا الله يقول لا أعلمك الكيميا عادة يعني الطريق معلم الكيميا يجب أن تذهب إليه وتجلس قبالته وتتعلم هذا هو الطريق تريد أن تتعلم الفيزياء نفس المعادلة أي علم من العلوم نفس المعادلة الآن نريد الوجاه الوجاهة عند الله عبر منهم أبواب الله من جعلهم الله أبواباً إذا إذا واحد يريد الوجاهة يجب أن يلجأ إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه هل هناك أوجه عند الله بعد النبي الأعظم والصديقة الكبرى والإمامين الحسن والحسين هل هناك أوجه عند الله سبحانه وتعالى من الإمام الحسين صلوات الله عليه إذا واحد يريد الوجاهة عند الله فطريقه الحسين بعد أولئك الصف والطاهرة الإمام الحسين له وجاه عجيب عند الله وله وجاه عجيب لا فقط في الآخرة وإنما حتى في هذه الدنيا واحد كان يقول لا يوجد فوق الكرة الأرضية أغنى من الحسين صلوات الله أغنى الأغنياء هو الإمام الحسين كم حسين يأكو في العالم كلها مرتبطة بالإمام الحسين كم وقف أكو يتعلق بالإمام الحسين كم من الأموال تبذل على مر الأعوام وبالذات في محرم وصفر لأجل الإمام الحسين ما يبذل للإمام الحسين صلوات الله عليه لا يبذل لأي قضية أخرى لا يوجد له شبيه وإذا وجد فهو قليل الشبيه قليل الله الله سبحانه وتعالى أعطى للحسين صلوات الله عليه قبل الآخر في هذه الدنيا من الوجاه والمقام والعظم ما لم يعطها بعد أولئك الصفوة يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله والصديق الكبرى وأمير المؤمنين والحسنين لم يعطها لأحد لذلك كل ما واحد يقترب إلى الحسين صلوات الله عليه يعمق الرابط هذه النقطة الثالثة الرابط لها درجات اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام هذه الرابط بالإمام الحسين تختلف كل ما واحد رابط تكون أكثر قرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون أكثر عطاء الله سبحانه وتعالى يكون له أكثر واحد طول عمره من يقرأ زيارة عاشورة ولا مرة واحد واحد في كل عام يقرأ زيارة عاشورة مرة واحد في يوم عاشورة من كل وحد يقرأ وحد يقرأ زيارة عاشورة في كل في كل يوم هذا مقام أعلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مع أنه ما كان رجل عاطل عن العمل أكو كلام مئتين عام تقريبا محور الحوزات العلمية في كل يوم كان يقرأ زيارة عاشورة رغم مشاغله الكثير مرجع أعلى للأمة هذه درجة أخرى وكانت هناك امرأة من المؤمنات الآن موجودة تقرأ زيارة عاشورة في كل يوم مرتين لماذا تقول حتى يكون معادل كل يوم من أيام حياتي زيارة عاشورة من يوم ولادتي تريد أن تتدارك من يوم ولادتي حتى يكتب لها زيارة عاشورة درجات وهذه الدرجات تعبر عن حجم الارتباط ونوعية الارتباط هذه مراتب نجي إلى بعد آخر واحد يتبرع للإمام الحسين صلى الله عليه بواحد بالألف من ثروته هذه درجة ولها بركات واحد تلك القضية التي كان ينقلها العام حفظه الله الآن لا نريد أن نفصلها تلك المرأة البدوية التي عندها حياة متواضعة عندها مثلا بقرة شات بستان صغير أشجار محدودة تعيش ستة أيام على هذه الثروة المتواضعة ويوم واحد تقول اليوم متعلق بالإمام الحسين نحن بعد ما نستفيد لا من اللبان ولا من الحليب ولا من الفواكه هذه كلها لزوار الحسين ليلة الجمعة كانت تقول لولدها أو نحو ذلك قف على الباب هؤلاء الزوار الذين يأتون إلى كربلا أعطهم اليوم إحنا ما عدنا نصيب يعني جعلت الإمام الحسين صلوات الله عليه شريكا في سبع أموالها هذا مقام أعلى وأنقل لكم قضية بعدين عندما توفيت في تلك القضية ذلك ذلك الرجل الذي ذهب ودفنها وإذا به يجد أن ذلك المكان في عالم اليقظة لا في عالم المنام في اليقظة قضية جديدة هذه يعني قبل مثلا خمسين عام مو قضية تاريخية قبل ألف عام وإذا به يجد أن ذلك المكان يمتلئ نورا مكان مظلم في سرداب يمتلئ نورا وباب يفتح إلى جنان الله سبحانه وتعالى وسيد الشهداء هنا طبيعي ورجل آخر أحد المؤمنين نقل لقضيته ننقلها باختصار بالمقدار الذي تبقى في ذهني قال هذا الرجل كان شاب ضعيف الحال يشتغل عد واحد أراد أن يتزوج جاء إلى التاجر الذي كان يشتغل عنده قال أنا أريد أتزوج وأريد منك ما أدي نار هذه القضية يمكن قبل مثلا ثمانين عام ما أدي نار ذاك الوقت كان ثروة التاجر قال ما أعطيك قال ما تعطيني قال لا قال إذن أنا ما أشتغل عندك أنت إلي ما تأتي مني أو لا تريد أن تعطيني ما أدي نار أنا بعد ما أشتغل عندك ثم خرج من الدكان باكية وجاء إلى أحد الحرمين إما حرم سيد الشهداء وإما حرم أبو الفضل العباس صلوات الله عليه وهو يبكي وقال أنا الآن أريد أشتغل عندكم أنا عمري قضيت في أن أعمل عند ذاك التاجر الآن أريد أشتغل عندكم وأعاهدكم كل ما أحصل علي كل ما أحصل علي الآن ما أذكر ثلثة ربعة نصف لكم يطلع من الحرام وإذا برجل يقول له فلان أكو دكان للإجار هل تريد أن تستأجره يقول أنا ما عندي ثروة ما عندي شي يقول ما يخالف الآن أنت أشتغل وبعدي أد ثمن الإجار فيأتي فورا عجيبة حالة الانقطاع والتوجه إلى أهل البيت بانقطاع حالة عجيبة فورا يأتي ويصبح صاحب محال ويتجر ويتحول إلى أحد التجار الآن ووفى بعهده إلى النهاية كما ذكر لي أحد أولاده لم يخل بالعهد الآن في ذرية ذلك التاجر الآن هنالك العشرات من المجتهدين والعلماء والفقهاء والخطباء والمؤلفين والأخيار ورجل آخر أنقل موقف يمكن يكلف يمكن في ضغط في يوم من الأيام الوظيفة الشرعية اقتضا أن يتخذ موقف لأهل البيت كون بإمكان أن يمر أحيانا من الموقف يكون صعب مشكل التاجر يعطي عشر ثروته لأهل البيت موقف أحيانا واحد يجب أن يدفع حياته ثمنا يخاطر بحياته لكن أهل البيت شكورون الله سبحانه وتعالى شكور يقدرون أي واحد يعمل مع غير أهل البيت فهو الخاسر أي عمل لا يقدر وإذا قدر ما هو قيمة التقدير البشري لكن تقدير أهل البيت هو تقدير الله سبحانه هو شكر الله اقتضت أن يتخذ موقف لأهل البيت وكان هذا الموقف صعوب راح واتخذ ذلك في قرية كان يعيش بعد ذلك رأى أنه لا يمكنه شاب يمكن كان عمره 18 عام ذاك الوقت يعني بداية حياته شاب بعد ميت ما كان يعيش في تلك القرية فخرج من القرية هائما على وجهه في الصحراء مشي على الأقدام وفي الطريق هاجمه ذئب أو حيوان مفترس آخر وكاد أن يقضي عليه لكن الله نجاه ثم هاجر إلى العتبات المقدسة هذا الرجل أخو الآن موجود أنا شايف أخو رأيته أخو فلاح أو رجل عادي ولعله لولا ذلك الموقف لبقي فلاحا إلى آخر حياته ولكن على أثر ذلك الموقف الله سبحانه وتعالى فتح عليه من البركات والآن في ذريته الكثير من العلماء والخطباء والأساتذة والمدرسين والمؤلفين والأخيار والمؤسسين وبعضهم مشهورين على مستوى العالم الرابط لها درجات وبحجم تلك الرابط والدرجة يكون العطاء الإلهي إحنا الآن أمامنا محرم وصفا إحنا يجب أن نفكر ماذا نتمكن أن نعمل وماذا نتمكن أن نخدم لا أن نقضي وقتنا فقط بالأمور التقليدية المتعارفة الأمور التقليدية المتعارفة كلها جيد ولكن طاقتنا أكثر من ذلك أكبر من ذلك واحد يجب أن يفكر ماذا يستطيع أن يقدم هذا فيه الوجاهة عند الله في الدنيا وفي الآخر وفيه البركة في العمور والبركة في الذرية والخير الدنيوي والأخروي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم وأن يجعلنا عنده وجهاء بالحسين في الدنيا والآخرة ومن المقربين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم بعقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر